اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالنسبة للبس العيد أذخن ولد كان يلبس له بدلة شرطة أم صفرية واللي كبار شوي يعني يادو بيطلع له بوط صيني إذا صح له طبعا مع بانطلور ياضح التخطوط هذا بيكون أخو أخته هذا عيد زمان أسعى ليش ما بنستمتعش بالعيد بصراحة لأنه إحنا عجقنا العيد مناسبات مجاملات ورسميات وسواليف طرمة يعني بتروح بتعيد على قرائبك أو عجيران بيسألوك يا أخي شوفتك داعش بيقربه يزم هو أني شايفني يعني باقي أبو بكر بغدادي بنخالطي يعني بيجي واحد بيسألك كونك بتروح وبتيجي عمان شوفتك بدهم يرفع الخبز يعني وإذا بروح وباجي على عمان يعني بكونوا حاطين لافتع على دوار صوالح بدنا نرفع الخبز يزم ماشي يعني تتوهموش علي إذا بكتوب لي تشريمتين بالجريدة يعني بعرف كل شي ترى للعلم هناك بدريش شو بيسأووه يعني تفكروش إني طول نهار قاعد معهم وبسمع شو بيسأل فو ترى كل اللي فوق ما بعرف واحد فيهم أقول لك ولا بطيق واحد فيهم من الآخر يعني نرجع للعيد أكثر عبارة بتتكرر بعيد ضل حدا وهي العبارة ما تبتنقال يوم ما نخلي حدا إلا من طل بصباحه ومن مصمص احناتش من البوس لأ والشمس بتلقى طبخة راسك طبخ والجل للركب وانت نازل ترنع الدار وتطلع على الدرج وتحشي تشعب رجلك عدم مواخذ بقفل كندرة ومتى بتنقال هاي الجملة كمان يوم تنعوز من جولي سكوت وبتلاقي قشر الحلو وواصل لدرجة الدار من الأولاد وهم يقشروا ويزدتوا وبصير تتفطن مين ظل مجاش عليك عشان تشلح البدلي يعني أود داشتش تأخذ راحتك المهم بيظل واحدة واثنين من المتوقعين بنستنى للظهر للعصر لبعد العصر ما بيجوش بتصير الساعة خمسة ما بيجوش بتشلح حواعيك وبتلبس أطقع وأبرد إشي عندك ثوب نصكم وبدون سروال عشان تبورد يعني وريحتي لقول الله يبلش تطلع من المطبخ بهاي اللحظة بس برن الجرس وبهروا كلياتهم اللي كنت تستناهم وبشوفوك وانت يا حبيبي بثوب أبو شرخة فبتضطر تفوتهم وتجاملهم وانت لا بستشداش الشفافة أي علي تجيري ثوب سمى المصري أو براديس ما بدري براديس أستر منه هذا العيد هيتش كبسات ومجاملات وقل الله يتبندر خالي خالي عندك يود عندي عندي مالو مالو الولد ضربه فرز هارس مين ضربه ضربه شايشة بخنة لعنت الله عشايشة بخنة طيب بين طبت الضربة بعينه بعينه يا خالي ماليح لي ما طبت بصورته هذكوا بالنملي يا أخوي هذكوا هلا بيك هلا لدو الولاد هذا والله وين عليه يعني كان عينوه 2-6-6 لا الثانية 6-9 خفروضة الخرز منين جابوني هذكوا منعوهن هربوهن هربوهن طيب ما علينا نرجع لموضوعنا شخصيا ولا بيجهرني إلا اللي بيدز ابنه الضغير علي ويقول له بوس عمو يزم أبوس إيدك لا توديهوش علي يعني وين أبوسه خنته سائلة ودي دبق وثمه زي يعني خلاط الباطن في 30 حلوة قاعدت بلعب وين أبوسه مرة واحد جرهامني ودى لي ابنه وقال لي هذا أبوس عمو عني يعني هلا بحمود هلا حبيبي شو بدي أقول له مستحي من أبوه دور على منطقة نظيفة تبوسه عليها ما لقيتش آخر الشي يعني بدي منطقة لايذة عشر عين ما فيش بست وين عصرصور اذنه هون أين ضف منطقة يعني الواجبات لابد منها ما حدا بنشرها الحتي بس إذا ما استطعمنا بالعيد وما استمتعنا في متى نستمتع يعني بعيد ميلاد رئيس الوزراء مثلا وإن شاء الله ما زال أنا موجود يعني 70% من العيد لن يمس الشعب الأردني وأنا مسؤول عن كلامي مرحب 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 مرحب